السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين مشاهدي قناة ابداع تيفي ورجعنا لكم فيديو جديد والنهاردة هنعلمكم ازاي تعملوا مزان الطيارة ويبقى مزبوط وبطريقة احترافية هنجيب الخيط بتاعنا وهن هنربطه في الخشب بتاعنا من وراء بتاع الطيارة الاول وهن ربطه على شكل مسلس الضلعين هيابوا متسويين نفس دلع الطيارة السداسي هنربطه من وراء وهنجمد عليه بقى تاني عشان ما نفعش يتربط من وراء بس باز ما نربطه برضو زي فوق روبط الكيز بتاع الطيارة نجمد عليه عشان ما يفكش معنا في الهوى فوق تأكد ان احنا ربطينه جمد وكده ربط معه جميلنا عليه تمام كده هناخد بقى مقاس على نص الطيارة وهنرجع ناخد برضو نفس المقاس من نص على نفس الدلع او من نص الطيارة للدلع التاني وهنبدأ ان احنا نربطه كده من فوق من الطيارة دلع الفواني من الطيارة هم اتأكد ان ما اسمع مزبوط بالزبط على نص الطيارة عشان يطلع المزان معنا مزبوط الطيارة في الجو تبقى مزبوطة المزان لو عملته بنفس الشكل كده زي ما انا عمله الطيارة هتعلم معاكم عشان تبقى واطية هتبقى في الجو مزبوطة اما حاجة اكد الروبط بتاعي هجمده عشان ما يفوقش لو لسه معانا في الفيديو بتتفرج لغا دلوقتي ياريت ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو ولو ما اشترك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد وانا كده بربط بالنورة برضو زي الجنب التاني بحيث ان هي بقى ايه رواطنا جامد نبقى ضمنين ان الرواط ما يفوقش وبعد كده هقطع الخيط بتاعنا نبقى احنا خدنا الدلين دمت كده ربطنا ايه المزام بتاعنا من فوق كده تمام على نص الطيارة نتأكد ان المقاس مزبوط كده ده اول مرحلة في الميزان تاني مرحلة بقى هنخرم الطيارة من نص بس خرمين يا ريت مش خرمة واحد عشان يمسك الكيس الرواط بتاعنا هيمسك طيارة من نص وهيمسك الكيس معها بحيث في الهواء ما يروحش وييجي برضو بس نفتح الفتح فتحة صغيرة عشان الكيس برضو ما ايه ما الفتحة ما تبقىش كبيرة معانا وبوز الطيارة وهنبدأ كده نعدي الخيط بتاعنا من نص الطيارة من الفتحة اللي عملناها بالكطر عدينا الخيط الجنب التاني هنبدأ بقى نلفه على خشب الطيارة من وراء ياريت نلفه لفة كويسة منه يمسك الطيارة ومنه يبقى ايه تجميل وانا اعدم الكيس تاني طب انا نعمل فتحة صغيرة يا جماعة بلاش الفتحة دي تبقى كبيرة ونتأكد ان الفتحة ما تشوقش معانا هفتحها بكطر بتسن الكطر بس ما تشوقش معايا وكده هنربط ونجمد عليه واما حاجة بقى ايه الخطوة اللي جاية دي هنجيب الخيط بتاعنا ونغضو على الطيارة من فوق مش نفس مقاس الضلع زي ما احنا شغالين لا هيبقى اوطى من الضلع اقصر من الضلع شوية فالنص اقصر من الضلع الطيارة شوية هو ممكن يمشي على الضلع بس هو الافضل يعني ايه ممكن يمشي قلي شوية كده لكن على نص الطيارة افضل فنص الضلع افضل وهنجيبه على نص الخيط بتاعنا برضو وهنبدأ نربط الايه الخيط بتاعنا علش بالم الخيط عشان ما هي خيطي ما متسايب عشان اعرف اربط الايه ميزان الطيارة كده خدنا النص تمام وهناخد على نص الضلع من فوق كده مزلنا مزبوط هنربطه بقى علش الطيارة معايا كبيرة فمش قادر اتحكم فيها اوه ومسك على نفسي ما فيش حد معايا يا ريت لو عجبك الفيديو او طلحت منهم معلومة يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك لان دعمكم يهمنا وبدعمكم مستمرين ان شاء الله وياريت نوصل الفيديو ده لالف الايك كده بنأكد على الميزان نربطه جامد نتأكد انه مربط جامد مش عايزينه يجري ده شمال ولا يمين يبقى مزبوط مربط جامد تمام عشان في الجو تبقى الطيارة بتاعتنا مزبوطة نفست نفس رباط الميزان اللي انا عامله في الفيديو الطيارة هتبقى معاك ان شاء الله في السماء زي الفل كده يبقى ايه خلصنا الميزان بتاع الطيارة معانا ومزبوط وزي الفل نتأكد ان هو على نصه تمام مزبوط كده تمام خلصنا الايه الميزان بتاعنا والدي اللي بقى هيتربط في الضلعين اللي تحت من هنا ومن هنا دي للطيارة وبالنسبة للجنبين دهما انا ساعدهم طوال دهما هنحط فيهم طيارتين صغيرين ونعمل لهم ديلين صغيرين برضو كده وهيبقى شكلهم جميل وهتشوفوهم في الفيديو التطيير ان شاء الله وكده يبقى خلصنا ميزان الطيارة بتاعنا ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وهما حاجة الخيط اللي نكون شغالين به يكون خيط محمل عشان يستحمل معانا الطيارة والفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى طريقة عمال الديل ما تنسوش تتابعونا وزي ما تعودنا مش هنوصيكم على لايك والشير وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى مشاركتنا بآرائك في التعليقات وتسجيل الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة وندعوكم للانضمام إلينا بالضغط على الزر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات أول بأول